السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشونكم متابعين ومتابعات الغاليات إن شاء الله الكل بخير وصحة و تمام العافية إن شاء الله اليوم هذا الفيديو رح نشوف طريقة تحضير شربة الكوبة الصفره بالفيديو اللي حضرت بي كوبة الجريج قلت لكم أني رح نسوي فيديو منفصل عن طريقة تحضير الشربة و إن شاء الله اليوم رح نشوف طريقته هاين هنالي عندي الكوبة واني بس لافتها ومما مسلوقة هاي الكوبة حاليا رح أحتاج لها شعرية وعندي الماكرونة حجم صغيرة حب اخليها نوية الشربة وهذا عندي راس بصل مثروم لا كلش ناعم ولا كلش خشن رح احتاج كوركم وكاري وهنا عندي كمون مطحون تقريبا نصف ملعقة كوب وفلفل اسود رح احتاج زيتون او زيت نباتل القلي ومي مي او مرق دجاج ومرق نحن يبكيه حسب المتوفر هسا رح اضيف الزيت وانتظر عليها حتى نبدي نقلل البصل هينان عندي بعد ما احمي شوية زيت رح اضيف لقليل من الملح وابدي اقليه بس ما يعني مارد لوني يتغير فقط شوية اذب له هس ان شاء الله اذب البصل ونكمل باقي الخطوات هاي عندي بعد ما اذب البصل بهالشكل رح احبدي اضيف البهارات اني دائما اضيف البهارات حتى شوية اقليها ويا ويا البصل او ويا الخضار اللي خالتها اني دائما حتى تنتطعم بالواصفة هاذ هنان عندي كاري خليت شوية وكركم طبعا كمية البهارات تبقى حسب الرغبة انت جاد تحبين استوين شوربة اضيف البهارات يعني كمية ما محددة هاي عندي بعد ما شوية شوحت البهارات ويا البصل رح احبدي اضيف مي طبعا انا هنان اضفت مي مغلي حتى بسرعة تبدي اتفور الشوربة واذا عنديش مي دجاج او مي لحم مثل ما قلت تقدرين انضيفي انت طعم بعد اطيب انتظر علي اغلي هذا المي حتى نشوف الخطوة اللي بعدها طبعا رشة ملح لازم نضيف وبعدها نهمت الزوقين شوفين تحتاجين بعد ملح الولاء بعد ما بدأ يغلي المي احبدي اضيف المعكرونة والشعرية بها المرحلة طبعا معكرونة رح اضيف شي بسيط وابدي اكسر الشعرية واضيفها ايضا عن الشوربة حركة شوية والشعرية والمعكرونة تنزل باسفل الجذر فنحركة حتى لا تزق رح انتظر على الشعرية والمعكرونة تستوي حتى نبدأ نضيف الكوبة حتى لا تفلش وابدي اضيف الكوبة من انتظر كل الكوبة فنحركها فنحركها حتى لا تزق باسفل الجذر نضيف الكوبة تطفو على وجه الماء وطبا 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 نضيف الكوبة وطبا 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 حتى نظرو لشربة وطبا وطبا وصفة انا شكرا